من أهم الأشياء التي نتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال وحتى بالنسبة للنساء بالنسبة للرجال من أهم الأشياء التي يتابعون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اللباس أن يكون لباسهم كلباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم مثل لباس السراويلات التي ورد أنه لبسها صلى الله عليه وسلم أو ربما اقتناها وإذا اقتناها فمعنى أنه اقتناها لللبس فإلا لماذا يقتنيها والشيوخ الصالحين يعني يلبسون السراويلات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله 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 و� بابا كاملا في شمائله في باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوله خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم بالفتح وبالتاء وقد ذكر شراح التنمذي اللغات التي ممكن أن نذكرها في الخاتم بالفتح وبالتاء وبالخاتام وما شبه ذلك المهم أن يكون للمسلم يعني اكتداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في مثل هذه الخصلة اليسيرة والسنة البسيطة في استخدامها ليست مكلفة وليست يعني ذات مشقة أن يقوم المسلم بها ولكن يحوز بها على أجر عظيم ولو في مثل سنة الخاتم الذي يلبسه المسلم وقد ألف الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى رسالة كاملة تبين ذكر فيها الروايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فيها الخاتم هل يلبسه في اليد اليمنى أم يلبسه في اليد اليسرى أم يلبسه في الخنصر أم يلبسه في البنصر وكيف كان فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان فص الخاتم مما يلي الكف أو غالبا أو كان فص الخاتم إلى غير ذلك فكل ذلك فصله الإمام الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى في رسالته